بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المسنف رحمه الله تعالى باب التشهد الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغري الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ونسألك اللهم علما نافع وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكرا وعملاً صالحاً من تقبلاً وتجارة الأتبور نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة ليست جاب لها نترك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجيد والقبول في القول والعلم والعمل قد رحمه الله تعالى باب التشهد طبع التشهد هذا من أحكام الصلاة وهو معروف والصلاة إذا كانت ثلاثية أو ربعية ففيها تشهدان تشهد الأول وتشهد الثاني والآخر وإذا كانت ثمانية فهو تشهد الوحيد والتشهد طبعا سمي تشهد لأن لأن فيه الشهادتين وهما أهم ما فيه بل الشهادتان كما هو معلوم شهادت أن لا إله الله وشهادت أن محمدا رسول الله فسمي تشهد تغريبا لشهادتين ولشرفيه ما كما هم معلوم وإلا المقصود كل الذكر سوف يأتي في هذا الحديث وما بعده من حديث فقال باب التشهد عن عبد الله ابن سعود رغل الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد كف بين كفه كما يعلمني السورة من قوآه أولا هذا يدل على منزلة بمسعود رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن مسعود هو معلوم صحابي من جليل هو من أفقه الصحابة مسعود فقه عظيم و كما قال له مدرسة وغالبا مدرسة نبي حنيفة رحمه الله ترجع إلى ابن سعود فقه الرائي أو فقه النبي حنيفة يرجع إلى فقه ابن سعود رضي الله عنه وهو معلوم أنه من أفضل الصحابة وأجلهم وأفقههم وأكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال حينما قال أتعجبون من دقة ساقيه لأنه كان هودليه كان هودليا وكان صغير البنية ودقيق الساقيين قال أتعجبون من دقة ساقيه لهم أثقل شيء في الميزان ولكن كان إماما جليلا من أفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم خصه بهذه الطريقة في التعليم وعلمه طبعا يعني بمعنى كلمه أو 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 لا نقول خصه لأن هذا الجميع لكنه يعني خاصه بهذه الطريقة طريقة التعليم قال كفي بين كفي وهذه قد تكون طريقة في التعليم يعني المعلم أحيانا إذا رأى من تلميذه نجابة ورأى منه ذكاء ورأى منه حرصا قد يخصه بأسلوب التعليم قد يخصه بطريقة أسلوب التعليم بمعنى أنه أخذ كفة بنسعود ووضعها بين كفيه وهذا لا شك أنه يدل على خصوصية ويدل على منزلة مسعود أولا لمزلته والأمر الثاني لعله أيضا لمزيده فقه لأن ابن سعود فقه فقه وعالم وعالم بإحكام الشرح فقال كفي بين كفين ثم قال كما يعلمني السورة من القرآن ما يدل على أهمية التجاهد يعني يعني علمني القرآن معلوم منزلته معلوم أنه هو أولى ما يعلم وعظه ما يهتم به في التعليم وطريقة التعليم فابن سعود رضي الله عنه يقول إن الرسول لم يتشاهد كما يعلمني السورة من القرآن وإيضا يدل على ما ينبغي من أهل العلم أن يعلموا الناس أهل العلم مسؤوليتهم أن يعلموا الناس ويبينوا لهم الدين وأحكام الشرع و يحرصوا على هذا وينبغي أن يبذلوا أنفسهم يبذلوا أنفسهم سواء في بلوتهم أو في المساجد أو في المدارس أو في الملكة العامة ينبغي أن يهرصوا على تعليم الناس سواء تعليما خاصا في علم خاص أو تعليم عام من طريق الوعظ والتذكير والتوجيه والأرشاد هذه لا شكل من أعظم سؤوليات هذه العلم ولهذا توعدهم الله في من يكتم عند كتب العلم خطره العظيم إن الذين يكتبون ما أنزل بينهج وهدى أولاك يلعنهم الله ويعنهم العينون صلى الله عليه وسلم فكفل فيعني إذا طلب من الناس أن يعلموا الدين فمطلوب من العلماء أن يعلموهم ولهذا من سؤولية أهل العلم أن يبذلوا أفسهم وأن يذهبوا إلى الناس يعلموهم ويجتهدوا في أن يجذبوا الناس ليرشدهم إلى دينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علم عبدالله بن عبدالله بن عبدالله التشاهدة قال كما يعلمني السورة من القرآن وعنده على أنه نوع اهتمام خاص نوع اهتمام خاص بهذه الذكر الخاص كما سيأتي بيانه إن شاء الله قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاهدة كف بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وكاذه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا عبدالرسول إذن هذا هو التشاهد هذا هو التشاهد التشاهد ورد بسجأة كثيرة ورد بسجأة كثيرة وكلها صحيح كلها صحيح من أخذ بشيء منها فهو على الجادة وعلى السنة وهذا أصحها على الصحيح هذا بصحيحين الحديث وعلى اللعنة وعلى اللعنة حتى يكون أجمعها في المعنى سوف نشير إلى بعض الفاظ التي وردت لأن بعضها وردت التحيات الله الصلوات الطيبة بدون ما سلام عليك بدون التعريف سلام عليك أيها الله إلى خيره وأيضا في بعض التحيات الطيبة المباركات ورد بألفاظ كثيرة في حديث بالعمر والعباس والمسعود والفريرة وغيرهم لكن أصحها وأرجحها إن شاء الله هو الصيغة التي رواها عبد الله بن مسعود وهي هذه التحيات لله طبع التحيات بمعنى التعظيم ويأتي بمعنى أيضا السلام والملك والبقاء كلها بمعنى التحيات فحينما تقول التحيات أن هذا تعظيم لله عز وجل تعظيم وتمجيد ومعلومة هذه تكون في خواتم الصلاة إن كان التشاهد الأول أو كما التشاهد الثاني والأخير والخاتم واختلف في حكمه عند إمام أحمد أن التشاهد الأخير ركن وتشاهد الأخير ركن والتشاهد الأول واجب التشاهد الأول واجب وتشاهد الثاني الأخير ركن بمعنى أنه تبطل الصلاة بتركه والجموع على أن سنة اليوم الشافي يقول الواجب بمعنى لا يقوم برقنية والرواية الثانية عن أحمد أنه واجب وليس برقنية وأكثر العلم على أن سنة سواء تشاهد الأول أو تشاهد الأخير على أن سنة وعلى كل حال ينبغي أن يأتي به مهما كان يجتهد أن يأتي به ببطلان الصلاة ولحب بالله المسلمون غالبا كلهم يأتون به في صلواتهم التحيات لله كما يقول التحيات معنا البقاء أو الملك أو السلام والتعظيم والثناء لله هذا تمجيد لعز وجل وحينما يقول لله فله أكمله من التعظيم والملك والبقاء لا شك أن هو الكمال لله عز وجل في ذلك كله إن كان لأهل الدون وملك فهو ملك محدود وملك يعني ضعيف سواء في حصولهم عليه أو في استمساكهم به لأن رحل يقول يترم كايشة وينزع الملك مما يشاء ينزع نزع وهذا عجيب يعني الله عز وجل ينزع الملك مما يشاء لماذا قال ينزع لأن صاحب الملك متمسك ما يتركه لو كان الخيار سيبقى معه الله لكن الله ينزع هو نزع معنى أنه من غير اختياره ومن غير رغبته فالملك الملك التم لله في الدنيا والأخرة التحيات لله والصلوات إن كان الصلاة كل ما هو مستطاب من الأقوال عيواث بن عباس هواو يختضي المغايرة كما معلوم يختضي المغايرة وإن كان الشافعيين يوجهون بأن الرواية التي ليست فيها هواو أنها أنها هواو مقدرة لأن نحيان العرب قد تحدث هواو ويستجلون بكيف أصبحت كيف أمسيت مما يثلون ده في فؤادي الكريمي أو في فؤادي أو في الرجالي فلكن بمعنى كيف أصبحت وكيف أمسيت فلوه محذوفة لكن لا شك طوحا حينما تكون مثبتة فهو أثبت التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته سيأتي معنا مثل الحديث كعب العجرة أنه قلنا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي سوف يأتي بعد هذا إن شاء الله وهنا أيضا يدل على مقام نبينا محمد صلى الله وسلم وحينما قال الله رفعنا لك ذكرك قال حينما أذكر حينما أذكر معي وإذا لا يكان يذكر الله إلا ويذكر رسول الله صلى الله ولهذا أشهد على الله أشهد لنه رسول الله وغالبا لا إله لله محمد رسول الله وهنا التحيات لله والسلام على رسول الله فإذا ذكرنا الله وذكرنا نبيه محمد صلى الله وسلم بمعنى أنه أيضا يعني هذا ما يدل على عظم مقام ومنزلة نبينا محمد صلى الله وسلم فإذا مجدنا الله عز وجل وقلنا إن له التحيات وله الصلوات وله الطيب كلها لله عز وجل مباركة قلنا أيضا ثنينا بأن سلمنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصالحي كما سوف يتي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ومكاته طبعا هذه صيغة صيغة مخاطر إلا الكاف كالخطاب السلام عليك لأنه خاطبه كأنه معنا وكأنه يعني يحضرنا لكن هذه هي الصيغة وله شكرا رسول صلى الله عليه وسلم مات عليه صلى الله عليه وسلم توفي وفي قبره ولكنه كما أخبر أننا إذا صلينا عليه أن صلاتنا تبلغه يصلوا عليه حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني يعني لو كنت في الأندلس ولكنت في أقصى الدنيا في شرقها وغربها وتصلي تصل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أن حسين بن علي زي العابدين رعى رجلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول ويحاول أن يطل أو يقترب فقال يا هذا ما أنت إلا ومن بالأندلس سواء بمعنى أن الصلاة على النبي سنة تبلغه والثناء عليه يبلغه سواء كنت في الأندلس أو كنت في بجوار الحجر الشريفة وهذا يدل وهذا مما ينبغي أن نعلم أن مقام نبينا محمد صلى الله هو بقدر اتباعنا له وحبنا الصادق له واللزوم السنة التي أتى بها يعني الحب الحقيقي وإذا أراد أن نعبر عن مدى حبنا والحمد لله كل سلمون يحبون نبيهم صلى الله صلى الله وعلى من أجل أن نعبر عن مدى حبنا هو أن نلتزم بالسنة بمعنى أن حتى وانا هنا وانت هنا وفي مكان حينما تذكر نبيك محمد صلى الله سلم إعلم أنك كأنك عند بجواره وكأنك عند قبره وكأنك أحد لأن مقامه عندنا عظيم ولأن الله كرمنا بأن صلاتنا وسلامنا يبلغهم مهما كنا بعيدين مهما كنا بعيدين وانك هنا الضمير الضمير المخاطب سلام عليك وأيها النبي يعني كان نخطبه كأنه حذر معنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته طبعا هذا السلام تحية وهو أيضا يتضمن الدعاء طبعا هو الصلاة من الله عز وجل ثنأه على عبده فحينما يصلي الله على نبيه إن الله ونك يصلون على النبي الله يصلي ونحن نصلي فصلاة الله على عبده يعني أن يثني عليه وصلاة الملائكة الاستغفار حين تصلي الملائكة تستغفر تصلي علينا وصلي الله جعل علينا هو الذي يصلي عليكم الله يصلي علينا يصلي عن نبيه ويصلي علينا هو الذي يصلي عليكم ملائك فالصلاة من الله الثناء على عبده في ملائك العلا والصلاة من ملائكة الاستغفار حين تصلي ملائكة علينا ويصلي عن نبينا فهي تستغفر والصلاة من الآدميين الدعاء حين نصلي نبيه عن ندعو فلن ندعو الله عز وجل بما ندعو به والله حين نصلي يثني علينا وما تستغفر الأمين ونستغفر العلم الأرض السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إذن آتينا بإثاث أبو في حق نبينا محمد صلى الله وسلم السلام والرحمة وبركاته السلام عليك ورحمة الله وبركاته كلها ندعو بها أو نثبتها نبينا محمد السلام السلام من كل عيب ومن كل نقص ورحمة الله لا شكرا رحمة الله يعني الله يرحمنا ويرحم من شاء من عباده ويرحم خلق كلها لكن هذه رحمة خاصة لنبي للمحمد صلى الله وبركاته والبركة أيضا كذلك وهي يعني كل زيادة البركة زيادة ونماء ويعني فضل وحينما يعني دائما ننتكلم قليلا عن البركة لأن يعني الناس ستعلق بها كثيرا وهذا حق يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر وحتى القرآن أن هناك أشياء كثيرة مباركة الماء مباركة حينما يزم السماء زمزم مبارك هذا البيت مبارك اللبن مبارك في أشياء كثيرة مباركة وأيضا نرجو هذه البركات نتأملها ونرجو أن ينعم الله علينا ببركات هذه الأشياء مباركة وهي أمر معنوي معنى أنه يعني ليس شيئا ماديا له أثر كبير لكن ليس ماديا يحسب المحسات والإنسان يدعو أن الله يبرك له في ماله في رزقه في أهله في ولده فلا شكت عنه وحينما يضعها البركة قد يكون عندك شيء قليل ولكن يكون فوق أعظم وقد يكون عندك شيء كثير لكن غير مبارك يضيع فالبركة يعني شيء يضعه الله عز وجل فيما يضعه من أشياء المباركة بحيث يكون نحف أوسع وبقاءه أطول وأثر وأعظم لكنها وهذا الذي يريد أنه قيراه تطلب من الله عز وجل بركة الأشياء المباركة نطلبها من الله عز وجل مثلا وهذا هو يعني يعني ما يحتاج لمزيد تقرير هذا البيت مبارك الناوى البيت لالذي بمكة مباركة هذي العالمين فلا قطعا هذا البيت مبارك سواء الكعبة المشرفة أو مكة المكرمة أو البقعة الطاهرة كل مباركة ونحن أيضا نرجو بركتها ونسأل الله بركتها ونحن نأتي من أجل نرجو أن تنالنا بركة البيت هذا يعني لماذا الله مبارك من أجل من أجل نأتي من أجل وننتفع نحن لكن كيف نحصل البركة بركة البيت كما قلنا البركة شيء معنوي مجرد يعني وضع يدينا على الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو على المقام إبراهيم أو على يعني أي مكان البركة لا تأتي بهذه الطريقة إنما نسأل الله أن يهبنا وأن يكتب لنا بركة البيت لماذا لأن البيت المعظم المكرم المكرم يقصده كل المسلمين وليسوا كل المسلمين على درجة واحدة والصلاح وصفاء النية والإخلاص وصدق العبادة والتوحيد فيهم حرامية في ظلمة جبارين في مفسدون هل هذا إذا جاء البيت يعني كيف يرجو بركة البيت وهو جاء ليفسد إما ليسرق حتى المنطاف يسرقون من الحجاج ومن الطائفين أو حتى سلوك منحرف وفي المطام لو كان مجرد وضع اليد على المكان تعسو البركة كان هذا يضع يده على الكعب وهو يضع يده ويقبل حج العسو إذا البركة يعني لو كانت تنال بهذه الطريقة كان يعني إنما تنال بالصلاح وتنال بقرور القلب وبالبكاء وبالقوم من الله عز وجل وصدق التوجه وصدق الدعاء وصدق الإيمان بهذه الطريقة ما تنال بمجرد التمسح ولا الخرق هذا ولهذا حتى اللي يتعلقون بالقبور كما تعلمون كلهم فيهم الفسقة يأتي إنسان فاسق ويبكي ما ينال ما عند الله إلا بالإيمان وبما يحبه الله وما يرضاه الله ولو كان بهذه الطريقة كان كل لله ما يشعر رابية تضع يدك وتنتقل إذن البركة حق وأن تسأل الله بركة في ولدك في مالك في أهلك في زوجك وفي كل ما تحت عيدك تسأل الله بركة حتى في الماء المبارك حتى في زلزل مبارك كما قلنا لكن ليس كل من شريبه تبركته وأقول شيء جميل بالعربي رحمه الله المالك تعرفون ما زمزم المبارك الشريف ليس ليس حل المذاقة ليس عذبا وإن كان أن أخف كانت في السابق أكثر 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 ملوحة يعني ماهو ماهو عذب فكان يقول رحمه الله يعني في الحكمة لماذا لماذا لم يكن عذبا قال حتى من يشربه يشربه تبركا ولا للذته لأن لو كان لذيذا قال يشربه للذته ثم قال وهذا المهم قال إنما ينال بركته وشرفه من شربه مؤمنا موقنا متعبدا لا مجربا تترب يعني تتجرب تشوف يعني قل شاك في بركته هذا مثلا وانت يعني متجرد في الإخلاص متجرد إخلاصك ويقينك وإيمانك وصدقك بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود أن يا إخواني يعني إذا عانكم والله وأردتم أن تنالكم من بركات وخير اجتهدوا في الصدق وفي الصدق الإيمان الصدق النبي ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أيضا هذا وكما في الحديث الآخر أنك تسلم على كل عبد صالح في السماع وهذا جميل حين يحدث جميل من المسلم في كل حياته أن يكون محبا للناس أجمعين وأن يكون قريبا منهم وأن يحاول قد أن ينفعهم أن ينفعهم وأن يذرهم وأن لا يذيهم قدر المكان وهذا يكون يكون بالدربة إذا اجتهدت أن تكون لطيفا وأن تكون رفيقا وأن تكون أحبا للناس وأن تبدل ما تستطيع هذا بإذن الله مع الدربة يكون لك خلقا فحين ما هذا الدعاء أو التشهد الذي نقوله بصالتها في كل صلاة ونحن الحمد لله المسلمون يصنون كثيرا ليس يصنون الصلاة الخمس والنوافل وفي الليل وفي النهار ونصلي كثيرا فإذا في كل صلوات نقول السلام علينا وعلى البلد الصالح مما ديننا يريد منا أن نكون أهل نفع ونحب الناس وننفع الناس وهنا قال تسلم على كل أبد صالح في السماء بمعنى اجتهد أنت أن تكون نافعا وأن تكون مباركا وأن تكون يعني فيك الخير وحيث ما وجدت نفعت هذا خير وكثير نعمة وهذا يكون بالدربة وأما أن تكون يعني غضوب أو مكروه أو مضر أو أو مؤذي أو عبوس هذا كما قلنا بالأمس هذا يعني غالبا ضرره يعود عليها قبل أن يعود إلى الآخر إذا كان إنسان عبوس وإذا كان غضوب وإذا كان يعني ما يحب الخير للناس ينعكس على نفسه هو هو يكون مقبض يقول يكون قارير على العين في نومه وفي يقضته فحينما يعلمنا ديننا أن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقال نبي تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم أشهدتان أشهد على الله أيها الله وأشهد محمد العبد ورسول ومن هنا سمية الشهد كما يقول سمية الشهد لأن فيه الشهادتين فالشهادتان هم لب الدين وهم عصو الدين بل لا يستقيم دين بها ولا يدخل الإسلام ولا يدخل ألا المسلم في الإسلام إلا نطق الشهادتين والإيمان بهن ومن في قلبه وفي لسانه ويقر بهن أشهد أن لا فقية الدعاء وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض إذن هذا هو التشهد حينما تقرأه وتنتهي منه سيأتي معنا في الحديث الثاني الصلاة على محمد وعلى محمد وهذه غالية التي تكون في الجلسة القادمة لأن كلام عليها طويل في الجلسة القادمة الصلاة ثم قال فليتخير وفيه فليتخير ونسى ما شاء بمعنى الإنسان إذا قرأت تشهد وصلى على النبي صلى يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة وهذا سنتكلم إن شاء الله في الحديث اللي بعدها هذا أيضا حديث الثالث والرابن سنتكلم من الاستعاد من القبر والنار إلى آخره وهذه أن نجوها للجلسة القادمة والله على وصلى وعلى محمد وعلي وصحبه وسلم